السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وقضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو السر العجيب في اقتران هذين الاسمين لاستجابة الدعاء تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم اسمين من أسماء الله الحسنى دايما ييجوا مع بعض اسم القريب واسم المجيب اش معنى بيقول اسمين دل مع بعض تعالوا نشوف مثال مثلا الآية في سورة البقرة يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وفي سورة هود يقول جل وعلا حاكيا على لسان سيدنا صالح نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال إن ربي قريب مجيب طيب السؤال ليه دايما الاسمين دلت بييجوا مع بعض لأن الله عز وجل قريب منكم جدا يعلم ما تعانون منه من الآلام والأحزان والابتلاءات والكروبات فالله أرحم بكم من رحمة الأم بتفلها الرضيع فهو وحده الذي يعلم ما في قلوبنا من الآلام والأحزان يعني لو همست أو لو همست بصوت لا يسمعه من بجوارك فالله يسمعكم من فوق سبع سماوات ويستجيب دعاءكم بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل في علام أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم شوف ادعوني أستجب لكم ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي مش عن دعائي ولذا علق على ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال الدعاء هو العبادة نعم الدعاء هو العبادة فالإنسان حينما يدعو حتى لو لم يفكر هل استجاب الله أو لم يستجب إن شاء الله نحسن الظن بالله ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب الله غافل يعني الإنسان لو بيدعو هو غافل كده عن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى فالدعاء لا يستجاب إنما الإنسان يستجاب دعاءه بأن يكون لا يأكل إلا حلالا ولا يقع في مظالم البشر وأنه حينما يدعو يدعو بكل يقين والثقة وحسن ظن بالله وتوكل على الله ويبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بخشوع وخدوع وذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى يدعو دعاء المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم قلفاء الأرض فيدعو ثم يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضيع الله دعاء بين صلاطين على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ينبغى علينا أن نكثر من الدعاء في حال الرخاء حتى إذا وقعنا في كرب أو شدة فإذا دعونا يكون دعاؤنا في وقت الرخاء سببا لاستجابة دعائنا في وقت الشدة من الذي قال ذلك سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذي بإسناد حسن من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر من الدعاء عند الرخاء أسع الله عز وجل أن يستجيب دعائكم وأن يفرج همومكم وكروبكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم يا رب العالمين وأن يفرج هم أهلنا وأحبابنا في غزة وفي سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته